أهلاً وسهلاً بكل حبايب قلبي دكاتريت أولى سنوي في مدة الأحياء بعد ما خوصنا الحمد لله كل الوراصة وعملناها كلها بفيديو واحد إنه عرضة هنبدأ مع بعض كده التصنيف بالرغم من إن الإنسان يدرون أن يوصل لتسمية حوالي مليون وربعمائة ألف نوع من أنواع الكائنات الحية إلا إن فيه علماء بيعتقدوا إن العدد الضخم ده هو عبارة عن 10% بس من أنواع الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض بسبب طبعاً الملايين من أنواع الحشرات والحيوانات الصغيرة والنباتات والحيوانات اللي بتريش في أعماق المحيطات كل الكائنات دي لم يتم اكتشافها حتى الآن وبسبب العدد الكبير ده من الكائنات الحية العلماء لدأوا لعملية التصنيف وبنانا على عملية التصنيف بيتم تصنيف الكائنات الحية في مجموعات طبقاً لخصائصها المشتركة فموضوع التصنيف ده عامل زي ترتيب مكتبة مليانة بالكتب بنقسم المكتبة دي لمجموعة أقصام زي مثلاً الأحياء والفيزياء والرياضيات والكيميا والجغرافيا والتاريخ فلو مثلاً ظهر قدامك كتاب جديد وحبيت تصنفه بتشوف أقرب حاجة ليه من الأقصام دي فمثلاً لو كتاب خاص بالعناصر والأيونات والفلزات وكده هنحطه طبع قسم الكيميا وأكذا فبكده عملية التصنيف دي هي ترتيب الكائنات الحية في مجموعات حسب أوجه اتشابه والاختلاف ما بينها حتى يسهل دراستها والتعرف عليها وبالتالي كده كتاب الفلزات والعناصر ده لما نروح ندور عليه هنروح على طول على قسم الكيميا تلاقيه من غير ما تدور في باقي الأقصام وعلم التصنيف هيبقى هو العلم اللي بيهتم بتصنيف الكائنات الحية في مجموعات على أسس علمية فبكده أهمية التصنيف ثلاث حاجات أول حاجة بيسهل دراست الكائنات الحية والتعرف عليها ثاني حاجة التعرف على كائنات جديدة ويضفتها لمجموعاتها المتشابهة بحيث أنك لما تشوف حيوان جديد أول مرة تشوفه تقدر تصنفه وتتعرف عليه بناء على المجموعات اللي شبهه فلو مثلا الكائن اللي انت أول مرة تشوفه ده شبه القطة والنمور هيدخل في تصنيفه تبع المنطقة دي ولو مثلا شبه الزواحف هنضيفه في المجموعة اللي شبهه من الزواحف ثالث حاجة هو أن التصنيف هيفيد العلوم التانية الفروع التانية زي الجيولوجيا وغيرها أول مصطلح معنا محتاجين نعرفه هو مصطلح النوع كلمة النوع يعني مجموعة من أفراد لها نفس الصفات المرفولوجية والصفات المرفولوجية يعني الشكل الخارجي إبا كده النوع هو عبارة عن عدد من الأفراد لها نفس الشكل الخارجي وبتقدر أنها تتزاوج بينها وبين بعضها وبتنتج أفراد شبه بعضها يعني نفس شكلها وكمان الأفراد دي لازم تكون خصبة يعني تكون قادرة على التزاوج وغير عقيمة النوع ده زي أي نوع بنشوفه في حياتنا نوع مثلا الكلاب ونوع الأطط أو غيرها من الأنواع إنما في شوية أفراد تانية ما ينفعش نهول عليهم نوع لأن الأفراد دي مش بتقدر أن هي تتزاوج وبالتالي مش بتتكاثر ولا تكون جيل جديد من نفس النوع على سبيل المثال الباغل الباغل هو كائن ناتج من تزاوج أنسى الحصان مع زكر الحمار وأنسى الحصان ده نوع والحمار نوع تاني فبيكولولنا فرض الجديد وهو الباغل والباغل بيكون عقيم وغير قادر على التزاوج ولا التقاصر ولا إنتاج جيل جديد وبالتالي منفعش أقول عليه نوع كمان من أمثلة الأفراد أو الكائنات اللي منفعش أقول عليها اسم نوع التايجون التايجون هو كائن بينتج من تزاوج أنسى الأسد مع زكر النمر وأنسى الأسد نوع بزكر النمر نوع تاني فبيكون لنا كائن جديد وهو التايجون وهو عقيم وغير قادر على التزاوج ولا التقاصر أو إنتاج جيل جديد وبالتالي منفعش أقول على التايجون مصطلح نوع ومعنا كمان القامة وهو بينتج من تزاوج زكر الجمن مع أنسى اللامة واللوبيون واللي بينتج من تزاوج زكر الفهد مع أنسى الأسد والولفن اللي بينتج من تزاوج زكر الحوت مع أنسى الدولفن كل دول ما ينفعش أقولي عليهم اسم النوع علشان بينتجوا من نوعين مختلفين وبيكونوا عكم يعني غير قادرين على التزوج وإنتاج جيل جديد طيب لما جيب لك مثلاً تلات نباتات من شاب الليل أحد أظهرهم أبيض والتاني أحمر والتالت كلمزي وأقول لك هل التلات نباتات دول بينتموا لنفس النوع؟ هتقول لي فعلاً التلات نباتات هما نفس النوع لأنهم بيتشبهوا مع بعض في الشكل الخارجي وكمان بيقدروا أنهم يتزوجوا وينتجوا أفراد جديدة وبالتالي هما نفس النوع نجي بعد كده لتسمية الكائنات الحية بسبب اختلاف أسماء الحيوانات في بلد على التانية بنلاحظ أن كل بلد بتسمي أسماء دارجة للحيوانات على حسب لغة البلد دي فمثلاً اللطف مصر اسمع بيسة في سوريا واسمع قطوة في الكويت وأكذا في باقي البلد من هنا والعلماء كانوا محتاجين أنهم يسموا أسماء علمية موحدة للكائنات الحية العالم كارل لينيوس طور نظام جديد لتسمية الكائنات الحية والنظام ده اسمه التسمية السنائية نظام التسمية السنائية باختصار كده هو أن أي كائن حي بيتسمى اسمين اتنين بس الاسم الأول هو اسم الجنس والاسم الثاني هو اسم النوع وطبعاً الاسماء دي بيتم كتابتها بداية من النحي الشمال وكمان بيتم كتابتها بلغة اللاتينية لأن اللغة اللاتينية كلمتها ليها معالي مختصرة وكمان لغة قديمة مش بيتكلم منها حد لحد دلوقتي وبالتالي من الصعب تحرفها فتبقى حاجة سابتة لحد دلوقتي وتكمل معانا للأجيال اللي بعدنا إبقى دلوقتي نظام التسمية السنائية لو فيه قدامي كائن حي وعايز أسميه تبقى للنظام التسمية السنائية هو أني بجيب اسم الجنس للكائن ده وأكتبه من الشمال وأول حرف بيكون كابتن وبقى الكلمة بتكون سمول عادي خالص وتاني اسم أكتبه هو نوع الكائن ده وبيبدأ بحرف صغير عادي خالص وبقى الكلمة بتكون حرف صغير فمثلاً لو قدامي قطة منزلية عادي وعايز أسميها أكتب مش هسميها كوكو بيسو وطمطم والكلام ده إحنا هنا بندرس نظام التسمية السنائية اسم الجنس للقطة باللاتيني هو فيلس واسم النوع اللي هي منزلية باللاتيني هيكون دومستيكاس فيبقى كده القطة المنزلية الطبقة للنظام التسمية السنائية هو فيلس دومستيكاس بينجيب اسم الجنس في الأول وبعد كده النوع وأول حرف من الجنس بيكون كابتن وبقى الكلمتين كلهم بيكونوا سمول عادي وكمان بيكون قدامي حاجة من اتنين يما أكتب الاسم بحروف ميلة ومحطش تحتهم خطوط زي ما أنا عامل كده أو أكتب الاسم بحروف مظبوطة عادي وحط تحتهم خط طيب تعال ناخد كمان مساء دلوقتي معانا كان الشمبنزي عايز أسميه طبقا للنظام التسمية السنائية مع العلم إن الجنس هو بان ونوعه هو تروبنوديتس نظام التسمية السنائية بيقولك حط اسم الجنس في الأول وأول حرف بس بيكون كابتن بعد كده اسم النوع وبتكون حروفه كلها سمول بس كده فيبقى زي ما احنا كاتبينه كده والاسم يعمى الحروف بتكون ميلة ومحطش تحتها خط أو الحروف بتكون معدولة وبحط تحتها خط فيبقى بالشكل اللي قدامنا ده ناخد كمان مساء لو قلتلك إن سمكة البلطي اسم نوعه هو نايلوتيكا يبقى اسمها العلمي طبقا للنظام التسمية السنائية هيكون طالما اني قلتلك إن كلمة نايلوتيكا دي هيو اسم النوع فيبقى كده النوع ده بيتكتب تاني كلمة فيبقى الاسم الصحيح هو تلابيا نايلوتيكا وأول حرف في اسم الجنس هو اللي بيكون كابتن نجي بعد كده لتسلسل الهرمي للتصنيف احنا عندنا سبع مستويات لتصنيف الكائنات الحية سبع مستويات أساسية يعني ممكن يزيدوا ممكن يكون معانا أكتر من سبع مستويات للتصنيف عادي موضوع تسلسل الهرمي ده عامل زي كأنك بتحدد عنوان بيتكم في العالم كله فبنبدأ أول حاجة بالكوكب انت عايش على أنه كوكب أكيد كوكب الأرض بعد كده الكرة أسيا ولا أوروبا ولا أفريقيا احنا عايشين في كرة أفريقيا بعد كده البلد مصر ولا السودان ولا المغرب ولا غيرها احنا عايشين في مصر أم الدنيا بعد كده المحافظة أنا عايش في محافظة البحيرة غير ممكن يكون من الكاهرة ناس تانية عايشة في الإسكندرية وباقي المحافظات عادي بعد كده المدينة نفسها أنه مدينة في محافظة البحيرة أنا بالنسبة لي مدينة بدر بعد كده الشارع وبعد كده البيت وكذا بالنسبة لأي حد بنلاحظ أن كل ما بننزل لتحت بتقل عدد الأفراد وبتزيد الصفات المشتركة والمستويات التصنفية يعني لما قلنا كوكب الأرض عدد الأفراد كان حوالي 7 مليار إنما لما نزلنا لحد كلمة مصر فبكده عدد الأفراد حوالي 100 مليون وهكذا الأفراد بتقل بس الصفات المشتركة بتزيد الميت مليون بيشتركوا في نفس اللغة لونهم بيكون هريب من بعض على عكس السبع مليار بيختلفوا في اللغات وبيختلفوا في الألواء والعكس الصحيح لما بنطلع في التسلسل الهرمي عدد الأفراد بيزيد وبتقل الصفات المشتركة والمستويات التصنفية بالنسبة لكينات الحية إحنا معانا سبع مستويات أساسية لتصنيف الكينات الحية باللخص في جملة مشت رع جن على الترتيب أول حاجة من حرف المين كلمة المملكة أو العالم ودي أعلى مستوى في الهرم التصنيفي زي مثلا مملكة الحيوانات بتشمل كل الحيوانات تاني مستوى وهو الشين يعني كلمة الشعبة زي شعبة الحبليات وتالت مستوى اللي هو حرف الطعب بتعبر عن كلمة الطائفة اللي بتكون تحت الشعبة على طول فيبقى الشعبة بتتكون من مجموعة طواقف زي مثلا طائفة الساديات المستوى الرابع وهو الردبة زي ردبة هكيلات اللحو والمستوى الخامس وهو العائلة أو الفصيلة ويبقى كده الردبة بتتكون من مجموعة من العائلات أو الفصائق زي مثلا عائلة السنوريات بعد كده المستوى السادس وهو الجنس وده بيشمل مجموعة من الأنواع زي مثلا جنس القطط وآخر حاجة وهو النوع وده اللي احنا قلنا عليه من شوية شوية أفراد شكل بعض لهم القدرة على التزاوج وإنتاج أفراد جديدة فيبقى كده معنا سبع مستوات كل ما بننزل عدد الأفراد بيقل بس الصفات المشتركة بتزيد يعني علشان نوصل لنوع القطة المنزلية بدأنا بالمملكة الحيوانية اللي هي أعلى مستوى في الهرام التصنيفي بعد كده دخلنا على الشعبة وكانت شعبة الحبليات بعد كده نزلنا على الطائفة واخترنا طائفة السدييات بعد كده الردبة والقطة من ردبة أكلات اللحو بعد كده العائلة وكانت من عائلة السنوريات بعد كده الجنس كان من جنس القطة بعد كده النوع اللي هو القطة المنزلية نيجي بعد كده للمفتاح التصنيفي المفتاح التصنيفي هو عبارة عن تلسلة من الخصائص والأوصاف بنرتبها في أزواج علشان تعرفني على كائن ما نعرفوش قبل كده فبنبدأ بشوية خصائص كتيرة ولكن أكثر تحديدا بص أقولك على حاجة تعال نطبق عملي وإنت هتفهم لوحدك إيه موضوع مفتاح التصنيفي ده دلوقتي لو قلت لك إحنا معنا خمس حشرات وأمه النملة والزبابة والبعوضة والفراشة والرعاش تعال نعمل لهم مفتاح تصنيفي سنائي للخمس أنواع من الحشرات أول حاجة هنا طبعا من وكلهم حشرات بنبدأ نقسمهم لنوعية عديمة الأجنحة وزات الأجنحة عديمة الأجنحة زي النملة وزات الأجنحة وهمة الأربعة التانيين كلهم بيكونوا زات أجنحة فبتبدأ نمسك بعد كده زات الأجنحة وبنقسمهم لنوعية أول نوع هو زوج واحد من الأجنحة وتاني نوع هو زوجين من الأجنحة نبدأ نمسك أول نوع من ذات الأجنحة وهو اللي بيحتوي على زوج واحد من الأجنحة هنلاحظ أن هم الزبابة والبعوضة والنوع الثاني اللي هو بيحتوي على زوجين من الأجنحة هنلاحظ أنه هو الفراشة والرعائش فنبدأ نمسك اللي هو فيه زوج واحد من الأجنحة ونبدأ نقسمه النوعية أول نوع بيكون رجليه أقصر من جسمه فبنقول أن الأرجل أقصر من الجسم زي الزبابة والنوع الثاني رجليه بتكون أطول من الجسم زي البعوضة وعدكها نمسك اللي بيحتوي جسمهم على زوجين من الأجنحة فبنقسمهم إلى أجنحة بغطاة بحراشيف ناعمة زي الفراشة وأجنحة بتكون شفافة زي الرعاش فيبقى كده مثلا النملة دي من الحشرات عديمة الأجنحة والزبابة من الحشرات ذات أجنحة وجسمها بيحتوي على زوج واحد من الأجنحة ورجليها بتكون أقصر من الجسم والبعوضة من الحشرات ذات الأجنحة اللي بتحتوي على زوج واحد من الأجنحة ورجليها بتكون أطول من الجسم والفراشة هي من الحشرات ذات الأجنحة اللي جسمها بيحتوي على زوجين من الأجنحة والأجنحة بتاعتها بتكون مغطاة بحراشيف ناعمة والرعاش هو من الحشرات ذات الأجنحة اللي جسمها بيحتوي على زوجين من الأجنحة والأجنحة فيه بتكون شفافة طيب مثال تاني لو أقولك مثلا معنا مجموعة من الفقريات وهم الدغضة والتمساح والصقل والقط أول حاجة هم طبعا كلهم فقريات بنبدأ نقسمهم لقسمية أول قسم هو نوع الجلد عاري ولا مغطى بعد كده نمسك القسم المغطى ونبدأ نشوف نوع الغطاء بتاع الجلد ده أو نوع الغطاء شعر ولا حرشيف وبعد كده نمسك الحرشيف هل هي حرشيف بطول الجسم كله ولا حرشيف على الرجل بس فيلا كده اكتب للمفتاح التصنيفي للكائنات دي في التعليقات ومتنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع أصحابك ترجمة نانسي قنقر